اعلن سمو الشيخ عبدالله بن حمد الخليفة المماثل الشخصي لجلالة الملك المفدى رئيس المجلس الاعلى للبيئة اعلن عن فوز مملكة البحرين بمقعد رئاسة اللجنة التنفيذية لبروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفذة لطبقة الاوزون للعام 2022 وهو انجاز يعد الأول خليجيا منذ التصديق على بروتوكول مونتريال في العام 1987 وشهد سموه ببالغ الاعتزاز بالتوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة عهل البلاد المفدى حافظه الله بالمشاركة الفعالة للمملكة ضمن المنظمات والهيئات الدولية بما يعززه من اسهامات المملكة الفاعلة في تعزيز أواصر التعاون الدولي في مختلف الملفات لا سيما في المجال البيئي ومكافحة التغير المناخي وتداعياته منوها بالمتابعة المستمرة لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حافظه الله في هذا الشأن كما أوضح سمو الممثل الشخصي لجلالة الملك المفدى رئيس المجلس الأعلى للبيئة أهمية الدور الذي تلعبه اللجنة التنفيذية لبروتوكول مونتريال في دعم الجهود الدولية لحماية البيئة حيث أنها اللجنة المعنية بوضع السياسات والمبادئ التوجيهية واتخاذ القرارات المالية للصندوق المتعدد الأطراف وقد أكد سموه أن مملكة البحرين قد نفذت 38 مشروعا من خلال الصندوق المتعدد الأطراف لمساعدة قطاعي التبريد والتكيف للتحول للبدائل غير المستنفذة لطبقة لوزون وأعرب سموه عن تطلعه بأن تكون الفترة التي ستتولى فيها مملكة البحرين رئاسة اللجنة التنفيذية حافلة بالمنجزات وأن تشهد مناقشات المشاريع المتعلقة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والدول الشقيقة والصديقة وذلك لوضع الخطط الاستراتيجية للمرحلة الثانية من مشاريع التخلص التدريجية من المواد الهايدروكلوروفولرية وكربونية والمستنفذة لطبقة لوزون وأهمية ربط هذه المشاريع بالتكنولوجيات البديلة الملائمة للدول وتقدم سموه بالشكر لجميع الدول التي دعمت مملكة البحرين وعبرت عن ثقتها لتوليها هذا المنصب المهم وساهمت في انتخاباتها لرئاسة اللجنة التنفيذية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر